موسيقى حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ونحن نتابع برنامجنا صحابة اليوم مع المدهشين الذين نتأمل أن نتعلم منهم نحن نتحدث عن أشخاص يعيشون بيننا تحدثنا بالأمس عن الأخ النادر اليوم نتحدث عن تاجر مبدع بعنوان الكلمة عقد ماذا فعل هذا التاجر؟ كيف استطاع أن يضبط كلماته وأن يلتزم بمواعيده؟ هل نحتاج ذلك اليوم؟ ماذا عن صفاته؟ ما هي شركة الوجوه؟ تعالوا معا إلى حلقة ماتعة بعنوان الكلمة عقد ترجمة نانسي قنقر أسعد الله مساءكم بكل خير حديثنا اليوم عن أهمية الكلمة وأن الكلمة مجرد خروجها من الشفتين تصبح عقداً وخاصة عند سادة التجار قصة اليوم عن تاجر أعرفه تماماً في يوم من أيام تعرض لأزمة واضطر أن يبيع أحد آلات هذا المصنع الذي يملكه لكنه بعد أيام اكتشف أن هذا القرار كان خاطئاً العجيب في القصة والمدهش أنه عندما باع هذه الآلة لتاجر آخر لم يقبض ثمنها دقيق في هذه القصة هو لم يقبض الثمن وليس هناك شهود هو اتصل به قال أريد آلة قال نعم بعتك إياها الآن جاء هذا التاجر ليستلم الآلة بعض الأصدقاء قال له لماذا تسلم هذه الآلة الآن لست بحاجة لبيعها وهناك قرار أنه لا يمكن استيراد الآلة مرة ثانية إذن السعر سوف يتضاعف والمشكلة قد حلت لماذا لا تتراجع عن كلمتك الآن هذا التاجر هو الذي علمنا وهو الذي أوحلنا بهذه الحلقة قال أنا قلت كلمة وسمعتي من كلمتي سمعتي من كلمتي وليسمع ذلك بعض التجار أحمد الله أن كثيراً من تجارنا اليوم يلتزمون بكلمتهم في البيع والشراء الآن الذي نريد أن نركز عليه أن هذا التاجر عندما قال هذه الكلمة كان يعتمد أن الله عز وجل قد أمرنا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود هذه أول آية لماذا قال ربنا هذا الكلام لأن حياة بيننا قائمة على الكلام يعني موضوع التوثيق مطلوب موضوع الكتاب مطلوب وسنأتي على تفاصيل العقد والشهود لكن حياتنا تعتمد على الإيجاب والقبول حياتنا في الزواج إيجاب وقبول في العمل في الشراكات في كثير من قضايانا إنما تعتمد على كلمة على إيجاب وقبول فهذا التاجر الذي التزم بكلمته استطاع أن يجعل لإسمه نصيب في هذا السوق موقف آخر لهذا التاجر كان قد شارك أحد التجار شفهياً يعني لم يكتب عقد في قضية ما قضية شبه رمزية علامة تجارية هذا التاجر جاء بعد فترة وقال أنا شريكك والآن هذه العلامة التجارية صار لها اسم وصار لها قيمة معنوية وكلنا نعلم أن الشهرة التجارية لها قيمة اليوم قيمة مالية وقيمة معنوية فجاء قال نعم أنت يعني تطالبني بالشيء هل تؤكد هذا الكلام قال نعم أنت قلت لي كذا وكذا قال مباشرة لك هذا المبلغ وكان الرقم فلكياً وأنا أعرف القصة بحذافيرها هذه العبارات هذه المواقف التي تصدر من هذا التاجر تعلمنا أننا عندما نتعامل بالتجارة بشكل خاص وبحياتنا العامة بشكل عام يجب أن نلتزم بكلمتنا وخاصة عندما يكون هناك عقود بين الشركاء الله عز وجل هو الذي أخبرنا عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي أنا ثالث الشريكين أي الله عز وجل ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبة كيف تكون الخيانة تكون بالكلمة بإخلاف المواثيق بالعهود لكن تركيزي في هذه الحلقة على أن جل ما كان يفعله هذا التاجر هو الالتزام بهذه الكلمة نحن اليوم بحاجة لأمثال هؤلاء التجار طيب ماذا يستفيد التاجر الذي يلتزم والذي لا يلتزم هناك شيء رائع في شرعنا يسمى شركة الوجوه ما هي شركة الوجوه؟ يعني اليوم التاجر عندما يريد أن يؤسس لعمل لا بد له من فكرة عملاقة لبشروعه لا بد له من مال لا بد له من خبرة لكن ماذا لو لم يكن يملك المال؟ ماذا يفعل؟ هناك شركة كاملة اسمها شركة الوجوه ما هي شركة الوجوه؟ أن هذا الإنسان سمعته طيبة سمعته رائعة معروف بأمانته بصدقه بوعوده بصدقه بالتزاماته يستطيع أن يذهب إلى السوق يقول أعطوني بضاعة هو لا يملك مال أعطوني بضاعة وأنا أسدد قيمة هذه البضاعة بعد فترة ويمكن أن يتشارك مع إنسان آخر على نفس الطريقة يعني إثنان لا يملكان المال كلاهما له ما اسم طيب في السوق يقولان نحن ندخل السوق بإسمينا بسمعتنا هذا الذي أريد أن أركز عليه عندما تتقن فن الالتزام بالكلمة ويصبح كلامك عقد مبرم إلزام سوف يحترمك الناس ويتحول الأمر إلى مال وهذه الشركة معتبرة قانونا يعني في القانون الأردني هناك مادة تبيح هذه الشركات على اعتبار أن هذه الشخصيات اعتبارية يمكنها أن تتعامل في السوق من خلال وجوهها من خلال معرفة الناس بها وكثيرا ما كنت أسمع وأنا أعمل مع شركات استثمارية كثيرة تاجر يشتري يعني أطنان من الخيط أطنان من القماش أطنان من المواد الغزائية هو لا يدفع قرشا واحدا لكن يذهب ويقول أنا كفيل فلان اسمه فقط كاف لأن يكون شريكا وله نصف الربح تصوروا يعني مجرد أن تدخل باسمك إذن كم كانت قيمة الكلمة مهمة جدا عندما نجعل من الكلمة عقدا لا يحتاج إلى توثيق لا يحتاج إلى شهود طبعا التوثيق مطلوب العقد مطلوب الله عز وجل أمرنا في كل دين أن يكون هناك كتابة وشهود لكن ماذا لو لم أكتب ماذا لو أشهد الناس على ما فعلت هذه القضية هامة جدا وخاصة في أيامنا اليوم نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى هؤلاء التجار الذين يلتزمون بكلماتهم يلتزمون بوعودهم حتى لا تتغير الظروف على الناس حتى لا تتغير الأسعار لا تتغير المواثيق وخاصة مع العمال ومع التجار فاصل قصير ونتابع عن الكلمة عقد حياكم الله ونحن نتحدث عن الكلمة عقد وأن الإنسان ملتزم بكلمته إنها word of mouth gentleman agreement لا يمكن لتاجر أن يبقى في السوق إذا لم يلتزم بكلمته الزميلة زين العبد سألت الناس في تقرير سألتهم في الشارع بحال إذا كان الشخص تاجرا وأعطى كلمة بسعر معين ثم قبل التسليم ارتفع سعرها هل يلتزم بكلمته أم سيبيع بالسعر الحالي نسمع إجابات الناس مولا طبعا بلتزم كلمته إنه زين معروف يعني كلمته أكيد بلتزم بكلمتي يعني بالنسبة لي بلتزم بكلمتي لأنه الأسعار حرام واحد يرفع يعني حرام واحد يرفع سعر وهو معروف السوق شو هو والله حسب إذا كنت تاجر تاجر أو لا تاجر نسكم تاجر نسكم برفع تاجر عادي بحقه بخاف الله لا ما برفع وبعطيه للسعر الطبيعي لحق الله يعني فيه لا ببيع بنفس السعر التفقط تعالي صراحة إن أنا بكون المنتج هذا موجود عندي بالمستودعات فأنا ما رح أخسر يعني فأنا بلتزم بكلمتي وببيع بنفس السعر اللي حكيت عني لا أكيد بلتزم لأنه الواحد إذا ما كان قد كلامه بلأ أنه يحكي وهم شيء الثقة لا بظل على كلمتي لأنه خلص أنا متفق معه على كلمة معينة دينياً وأخلاقياً صلاحني أنا بالنسبة له هيك بمشي لا طبعاً يعني أنا أعطيت كلمة وبلتزم بسعري اللي أعطيته ما فيه أنه سبب معين أني أرفع الأسعار يعني صار إنه رفع أسعار بس أنه ما برفع لأنه أنا أعطيت كلمتي للناس للزباين للشعب أنه خلص يعني التزمت بسعري أنا أنا اللي حطيته لا أبعطي يعني بلتزم بسعر اللي أعطيته لزميلتي السبب لأنه خلص إنه عطيت كلمة ليش أني أمشي على رأيي السوق أنه أنا ما عندي رأي لأخلص أعطيه سعر معين بمشي على بلتزم عشان أنا صرت أعطي كلمة يعني ما بدل أن أغير بكلمة شكراً لزميلة زينة وشكراً لإجابات السادة الذين أحسنوا الإجابة بقولهم أنه لا بد من الالتزام طبعاً هناك أناس قانونهم مختلف كلياً عندهم قانون اسمه ألف ألبة ولا غلبة ألف عين تبكي ولا عين تبكي بعض التجار مجرد أن يسمع أن هناك غلاء في الأسعار هناك حروب قادمة هناك شح في المواد فوراً يغير الأسعار يعني أنا كنت أقف شخصياً أمام دكان أحد التجار ويسلم بضاعة لإنسان أتى ليستلم البضاعة كانت عبارة عن عشر شوالات من الأرز التاجر عندما سلم الخمسة الأولى قال له الآن انتهى الآن سعر جديد لماذا؟ لأنه كان يتابع البورصة بورصة الأسعار وهناك أسعار في تغير في أسعار الشحن التغير في سعر الصرف غير السعر هذا النوع من التجار لا يمكن أن يشكل سمعة ولا يمكن أن يشكل رأس مال كما قلنا شركة الوجوه هي رأس مالك بدون مال يعني بعض الشباب اليوم يقول أنا لو عندي مال كنت أصبحت تاجراً لا قبل المال يجب أن يكون لديك التزام بالكلمة من أول قرد تأخذه من أي إنسان وأنت تلتزم بكلمتك تلتزم بمواعيدك خاصة هؤلاء الذين يتعاملون مع الشركات الكبرى هناك بنوك بعد فترة عندما تسمع أن لك اسماً طيباً تعطيك أموال دون توثيقات دون وثائق لأن اسمك طيب يمكن تعطيك حساب على المكشوف كذلك الشركات الأوروبية إذا سمعت أن هذا التاجر له اسم طيب إذن عندما نعتني بكلمتنا وأنها عقد كما أمر الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقد لكن هناك سؤالان ماذا لو كان هذا الاتفاق وهذه الكلمة لم تكن بعقد يعني أنا لم أدون هل لي أستطيع أن أقول للذي اتفقت معه أنا لم أكتب عقد أعطيني شيء مكتوب تقول له أنت يعني وعدتني أنت اتفقت معي شفاهياً لذلك ربنا عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا يقول ربنا عز وجل كبر مقتاً عند الله أن تقول ما لا تفعلون أنت قلت أنه بعته قلت أنه اشتريت قلت أنه زوجت قلت أنه أعطيت وهبت أنت لا يجوز لك أن تتراجع كما في الهبة الراجع في هبته كبعض الحيوانات التي ترجع في قيئها لذلك لا بد للإنسان من أن يلتزم بما يتكلم ولذلك قال الشاعر إذا قلت في شيء نعم فأتمه فإن نعم دين على الحر واجب وإلا فقل لا تسترح وترح بها كي لا يقول الناس إنك كاذب إذن الأمر بأيدينا يمكن من خلال ذلك أن نلتزم بكلامنا حتى لو لم يكن هناك شهود فالله عز وجل وضع لنا قانونا عاما في السر والعلن وهو ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد لذلك أسأل الله العلي العظيم أن نتعلم من قصة اليوم عن الكلمة عقد وعن هذا التاجر راجع من الله عز وجل أن نفيد مما نسمع الآن نتحول إلى فضيلة الشيخ حسن كريرا يحدثنا عن الصيام وأثره في السلوك فليتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فابتداء أتوجه بالتهنئة والمباركة للأسرة الأردنية الواحدة ولقائد الوطن بحلول شهر رمضان المبارك جعله الله تبارك وتعالى شهر خير ورحمة وفتح على الجميع وأبدأ بما تفضل به الدكتور السمان الكلمة عقد وكذلك أقول إن الصوم عقد الصوم عقد بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى ولكن هل لا سألنا أنفسنا في لحظة صفاء مع الذات ما هو أثر الصوم على سلوكنا نحن المسلمين هل ثمة صلة بين السلوك وبين الصيام الأصل في الصوم أن يترك أثرا على العبد وعلى الصائم علينا معشر الصائمين والصائمات وقد تجلى ذلك بصورة واضحة في سائر العبادات فالله تبارك وتعالى قال بشأن الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال الله تبارك وتعالى بشأن الصدقات والزكوات خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وقال في شأن الحج وتزودوا فإن خير الزال التقوى وجاءت هنا آية الصوم في بدايات آيات التي تحدثت عن الصوم في سورة البقرة جاء قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فللصوم ثمرة وللصوم أثر في سلوك المسلم وفي سلوك الصائم وفي سلوك الصائمة وما أجملها من صورة بديعة وكناية صريحة في المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم في إشارة واضحة إلى حقيقة الصوم في سلوكك وفي حياتك أيها المسلم فقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي في السنن عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وآمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك كلهم يعجبوا أو يعجبه ريحها وإن ريح الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك في كناية واضحة أن ما يصدر عن المسلم عن الصائم من تصرفات ومن أقوال ومن أفعال هو بمثابة هذا المسك الذي يتفوح رائحته الجلية رائحته الرائعة في سلوك قيم بين الناس إن شاء الله تبارك وتعالى نقتدي بحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان أجود الناس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان صلوات ربي وسلامه عليه في تصرف واضح وسلوك واضح من نبينا عليه الصلاة والسلام نقتدي به في هذا المقام نسأل الله تبارك وتعالى أن ينعكس هذا الصيام على سلوكنا وعلى أخلاقنا وعلى أقوالنا وكلماتنا في عقد بيننا وبين الله تبارك وتعالى هذا وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونحن نقول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلقاكم غدا بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله